لازم نحط في دماغنا كويس جداً ونبقى فاهمين كويس جداً إن إحنا وظيفتنا في الدنيا الوظيفة بتاعتنا في الدنيا إيه؟ إن إحنا ندل للناس على الله عز وجل إن كل عمل يحول بين المسلمين وبين أداء هذه الوظيفة فهو عمل باطل دا بيسمى الصد عن سبيل الله عز وجل بمعنى خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة الآن إحنا في العصر اللي إحنا فيه لأ ما اسمش صراحة أو يا دكتور لسي صراحة مصر لسي نتكلم شوي صراحة الآن وإحنا في العصر اللي إحنا فيه ده لما تجد إن بعض الناس عنده حالة من الغضب نتيجة ما يصاب به المسلمون من الظلم وكذا وكذا فيقوم يعمل أفعال كنوع من التعبير عن الغضب للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أسيئة إليه والمسلمون يقع عليهم ظلم في بلدان كثيرة جداً حول العالم فبعض الناس يقولوا والله طب إحنا لزاي سكتين لابد إن إحنا ندافع عن النبي لابد إن إحنا ندافع عن الإسلام لابد إن إحنا ناخد حق المسلمين لابد إن إحنا نعاقب هؤلاء الناس فماذا يقع؟ يقع من هؤلاء المسلمين الغيورين على الدين واللي عندهم حمية للدين واللي عندهم غضب للدين واللي عندهم حب لله وحب للنبي عليه الصلاة والسلام لا نسيء الظن بهم ولكن بيبدأ يقع في تصرفات يكون نتاجها الصد عن سبيل الله عزيزي نعم نعم فنقول له إيه؟ نقول له أنت أسأت من حيث أردت الإصلاح ليه؟ لأن حضرتك لما روحت عملت العمل السيء دوت تمام؟ أتلت حد ولا فجرت هنا ولا عملت إيه؟ الحياة اللي بتحصل بنسمع عن هدية لما عملت كده كان نتيجة ده إيه؟ كان نتيجة ده النقطاع كبير جدا من الناس بدأ يقره الإسلام وبدأ يشوه صورة الإسلام في عين هذا الإنسان أصبح الحاقدين والمعادين للإسلام بيستغلوا هذه الأحداث للصد عن سبيل الله تبقى مبرر للصد عن سبيل الله فنقول له أنت إيه؟ أسأت من حيث أردت الإصلاح ده فضلا عن بطش المؤسسات القوية والفاعلة بالمؤسسات الإسلامية هناك مثلا بسبب هذا التصرف هو بيقول لك إيه بقى بعض الناس يعني بيرد على الكلام يحراج بتقوله ده يقول لك إيه؟ يقول لك لا طب ما هو كده كده هم بيرهوا الإسلام والدليل الأظهر من كده نعم إنك تجد أن البلدان التي لم تقع فيها مثل هذه العمليات الدعوة فيها ما زالت مستمرة على أحسن حال ما فيش فيها أي مشاكل خالص ولا يتعرض المسلمون ولا تتعرض المؤسسات الإسلامية ولا تتعرض الدعوة إلى الله عز وجل في هذه الدول التي لم يقع فيها هذه العمليات لا تتعرض لأي تضييق ولا لأي مساس ولا لأي إساءة أبدا ولكن الدول التي يقع فيها مثل هذه التصرفات يعقب هذا كثير من التضييق على الدعوة ومنع الدعاء أنهم يمرسوا الدعوة إلى الله عز وجل إلى آخر ما تعرفه ويعرفه أكثر السادة المشاهدين إنك لابد إنك تضع في اعتبارك أن الدعوة إلى الله عز وجل وأن إيصال هذه الدعوة إلى الناس هو أهم المهمات التي ينبغي تكون هي الأمر الأول الذي ينبغي أن لا نتعدى أن لا نصد عن سبيل الله عز وجل بتصرفاتنا وضربت الحراك مثال قبل كده حديث ذي الخويصرة الذي دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم بعض الذهب على أصحابه جاءه شيء من الذهب فكان يقسمه فدخل عليه ذي الخويصرة رأس الخوارج فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذ لم أعدل وأنا رسول الله فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب عنقه يا رسول الله إنه منافق طيب ماذا فعل أو ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ده معنى إيه؟ معنى أن النبي هنا راعى إيه عليه صلى الله عليه وسلم راعى الدعوة إلى الله عز وجل هو عمر لو قتل هذا الرجل كان يقتل بحق ولا الباطل كان يقتل بحق ولكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا الرجل ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل هو منافق وهو رأس الخوارج ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعى ما سيقال عن الإسلام أن هذا الكلام حينما يقتل هذا الرجل سيصل هذا الموقف للناس كيف سيستغل المنافقون والكفار الحاق دين على هذا الدين كيف سيستغلون هذا موقف؟ هيعملوا إيه؟ هيقولوا ده بيقتل أصحاب فيبقى لو في واحد في بلد ما أو في قرية ما حابب الإسلام وسمع عن النبي وسمع عن الإسلام ده حاجة كويسة وسمع عن القرآن ونفسه بتراوده إنه هو ممكن يذهب ليدخل الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يجي له واحد يقول له ده محمد بيقتل أصحابه يقول لك الحمد لله أنا مروحتش كان زماني دلوقتي مأتول أنا كمان إذن فهذه الكلمة ستكون صدا عن سبيل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى الدعوة إلى الله عز وجل وجعلها مقدمة على كل شيء عليه الصلاة والسلام